بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله نحنه لا شريكنا وأشهد أن محمد العبد الله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا اللهم بما علمتنا وززنا اللهم علما وعملا ورحمة الرحمن اللهم آمين وبعد أيها الأحبة فها نحن في الدرس الأسبوعي من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المختسي رحمة الله تعالى عليه ونحن في كتاب الصلاة وفي الباب الأول منه باب المواقيد بقي عندنا حديثين أو حديثان اثنان أخذنا بإذن الله تعالى اليوم في الأسبوع الماضي أنهينا الكلام على حديث أبي برزخ or in it that has to do with the fixed times of the salawات Today we will take بإذن الله حديث number 48 قال يا أخوة رحمه الله تعالى الحديث الثامن والأربعون عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابة الشمس رواه البخاري ومسلم وفي لفظ وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس حتى حمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا أخرجه الإمام مسلم He mentioned رحمه الله تعالى حديث number 48 Under the authority of Ali May Allah تبارك وتعالى be pleased with him He said The Prophet صلى الله عليه وسلم said on the day of the expedition of the battle of Al-Khandaq May Allah subhanahu wa ta'ala fill their graves and their houses with fire as they have wasted our time or have drived away our attention from the middle salah الصلاة الوسطى until the sun had already set the hadith is agreed upon In another edition by Muslim he said صلى الله عليه وسلم that they wasted the time of the middle salah الصلاة الاصر they busied us away and distracted us from fulfilling and praying الصلاة الوسطى الصلاة in the middle الصلاة الاصر and then he prayed it between Al-Maghrib and Al-Ishab and then under the authority of Abdullah ibn Mas'ud may Allah be pleased with him he said the mushrikun the pagans the pagans the pagans distracted the Prophet صلى الله عليه وسلم from praying الصلاة الاصر until the sun had become red or yellow and he said صلى الله عليه وسلم they have busied us away from الصلاة الوسطى the middle الصلاة الاصر may Allah subhanahu wa ta'ala fill their mouths and graves with fire or same meaning in another another edition or another wording this narration is collected by an imam Muslim ثم ذكر ايخوة الحديث حديث علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه علي بن أبي طالب ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين صاحب الفضائل الكثيرة والمناقب الجمه رضي الله تعالى عنه وارضاه أبي صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه the chief of believers he is the fourth caliph his virtues and merits are abundant and great he is the first cousin of the Prophet صلى الله عليه وسلم and may Allah have mercy upon him may Allah be pleased with him وعلي رضي الله عنه يا أخوة حكم بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه في الكوفة في مسجد الكوفة بعد صلاة الفجر في الثامن عشر من رمضان سنة أربعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه السابع عشر من رمضان سنة أربعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل شهيدا مغدورا قتله الخبيث الخارج عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله and the chief of believers رضي الله عنه as you know has been ruling since the death of the chief of believers Uthman may Allah تعالى be pleased with him and he ruled until the 17th or 18th of Ramadan the year 40 after he was killed as a martyr رضي الله عنه coming out of صلاة الفجر in Masjid Masjid Al-Kufa he was killed by Al-Khariji may Allah curse him عبد الرحمن بن ملجم مل 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 باللام مل جم مل جم مل جم كان نقل هناك كان ساكن في الكوفة لأنه من أجل الفتنة من أجل الفتنة اللي حصلت في المدينة وفي الشام فانتقل علي رضي الله عنه إلى العراق واستقر في الكوفة إلى أن قتل رضي الله عنه ثم بعد ذلك حتى الخلافة انتقلت إلى الشام فمكث أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في دمشق عشرين سنة حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه فالخلافة انتقلت بعد عثمان خارج المدينة انتقلت بعد عثمان خارج المدينة والدولة الأموية استقرت في دمشق وباقيت هناك حتى ذهبت ثم رجعت الخلافة مرة أخرى إلى دار السلام في العراق في بغداد في وقت الدولة العباسية نعم قال علي رضي الله عنه يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق وتذكرون ما حدث يوم الخندق يا أخوة وتسمى كذلك غزوة الخندق بغزوة ماذا أيها الأحزاب الأحزاب يا أخوة جاءوا تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخرجوه ويقتلوه فجاءت قريش وجاء بني غطفان وجاء اليهود اشتغلوا شغلهم تعرفوا اليهود والغدر سمتهم فبعض القبائل من العرب من المشركين مثل بني غطفان وغيرهم وقريش أرادوا أن أرادوا أن يأتوا إلى المدينة فجاءوا واليهود ساعدوهم ونقضوا الميثاق الذي كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يحمل المدينة إذا غزاها غازي ولكنهم أهل مكر وخيانة وأهل غدر فنقضوا نقضوا الميثاق الحاصل جاءت هذه القبائل وعسكروا حول المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق وتعرفون القصة الحاصل لما عسكروا قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فجاءتهم ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة ففروا جميعا رجعت قريش ورجع من كان معهم هذا يوم الخندق الله سبحانه وتعالى on a very dark night sent down sent to them strong wind on a dark cold night and they ran away الله threw fear in their hearts الله سبحانه وتعالى threw fear in the hearts من الأحزاب and they ran away الحاصل يا أخوة قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ما السبب كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس اللي حدث يا أخوة كانوا في جهاد وانشغلوا عن الصلاة الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلوا عنها جدا بالصلاة بقتال الكفار بالجهاد فخرجت الصلاة فخرجت صلاة العصر غربت الشمس راح صلاة العصر فلذلك ما صلوها في وقتها ما صلوها ما صلوها في وقتها He said صلى الله عليه وسلم عن that day may Allah سبحانه وتعالى fill their graves and houses with fire what is the reason for this they busied the صحابة and the Prophet صلى الله عليه وسلم from praying صلاة العصر الصلاة in the middle صلاة العصر they did not catch it on time they were busy with fighting the مشركين and could not establish صلاة العصر until the sun had already set until the sun had already already set وقلنا وقلنا يخوا أن ما حصل قتال صحيح ما حصل قتال بينهم وبين الأحزاب وإنما انشغلوا بالمرابطة انشغلوا بالحراسة as we mentioned that there was no fighting because the mushrikeen they could not invade المدينة but the sahaba and the Prophet صلى الله عليه وسلم were busy with guarding and staying everyone in his place so they were busy with that that's why they could not fulfill صلى الله عليه وسلم on time فماذا قال صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهذا فيه بيان جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه فيه بيان جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه كما ذكر ذلك الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى ظالم أو كافر قد يكون الكافر نعم قد يكون ظالم مسلم نعم فكام ظالم يجوز الدعاء على نعم the Prophet صلى الله عليه وسلم as you see in the hadith he made dua against them may Allah fill their houses and graves with fire this shows that it is permissible to supplicate against a person who oppresses a tyrant with as much as he he causes harm not being a person a Muslim is always just and fair but a person who is a tyrant a person who oppresses it is permissible to supplicate against them and this hadith is evident to that وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الصلاة الوسطى يا إخوة كما قال الله في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال الله تعالى هذا في سورة البقرة والصلاة الوسطى يا إخوة واضح تماما من هذه الرواية التي في مسلم أنها ماذا صلاة العصر وحصل خلاف كبير جدا من العلماء في تحديدها والله من أعجب ما رأيت في الخلاف فقد ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أكثر من عشرين قول في تحديد الصلاة الوسطى وذكر الدمياطي تسعة عشر قولا وذكر غيره سبعة عشر قولا ووالله هذا شيء عجيب إذ أن الصلوات الخمس الصلوات المفروضة هي خمس فالأصل أن يكون العدد في الخلاف الأقوال هذه تكون حولها لكن أوصل العدد عدد الأقوال المختلف فيها في تحديد صلاة الصلاة الوسطى كما ذكر الحافظ عشرين قولا هذا والله عجيب والصلاة الوسطى جاء في صحيح مسلم عن البراء بن العازب رضي الله تعالى عنهما قال نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات وصلاة العصر انظروا كيف نزلت الآية في الأول يا أخوان تبهوا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت يعني تبدلت هذه الكريمة فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل فهي إذن صلاة العصر فقال أخبرتك كيف نزلت وفي صحيح مسلم أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يكتب لها مصحفا فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال فأملت علي وصلاة العصر قالت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم We said there has been previously a difference of opinion in understanding what الصلاة الوسطى is the middle salah what is it الصلاة الوسطى meaning the best salah as a matter of fact that's what الصلاة الوسطى means the best the best salah and we said there is a huge difference of opinion for no reason as it is evident from these narrations that it is صلاة العصر and we said حافظ بن حجر رحمه الله تعالى in his explanation of Al-Bukhari mentioned twenty different opinions and I said that is amazing because if we have five obligatory prayers how can the difference of opinion be twenty or twenty different other opinions anyways the hadith here is clear that الصلاة الوسطى the best salah is صلاة العصر we mentioned under the authority of Al-Bara ibn Azib in Sahih Muslim he said that Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah حافظوا على الصلاوات وصلاة العصر he said we read it like this as long as Allah willed he said then Allah subhanahu wa ta'ala changed the wording and then it was revealed again حافظوا على الصلاوات وصلاة الوسطى a man said so it is صلاة العصر Al-Bara said I told you how Allah revealed it and then in Sahih Muslim again Aisha رضي الله عنها asked or ordered that someone writes a Mus'haf for her when they reached حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى she said write وصلاة الاسر and she said I heard this from the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم فبasically there is no difference of opinion inshaAllah it is very clear three different hadith or even more different narrations in Sahih Muslim and other books of hadith that show clearly that الصلاة الوسطى is الصلاة الاسر وصلاة الوسطى هي أفضل الصلاة وصلاة الاسر لماذا هي أفضل صلاة أفضل الصلاوات حافظوا قال الله تعالى حافظوا على الصلاوات ذكرها كلها ثم خصها بالذكر قال حافظوا على الصلاوات ثم قال والصلاة الوسطى في بيان على أنها مهمة وبيان على أنها أفضل الصلاوات we said look at the ayah Allah subhanahu wa ta'ala says safeguard strictly safeguard the five obligatory prayers and the best صلاة صلاة الاسر so this shows the virtue of صلاة الاسر and that it is the best صلاة we ask the question why why is صلاة الاسر the best صلاة لماذا صلاة العصر يا أخوة أفضل الصلاة فالله حاج نعم نعم جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة تشهد الفجر والعصر الملائكة تشهد الفجر والعصر ويكتب أسماء الحاضرين يا الله قدش من ضيع أين نعم أزجين بالكلام الآن صلاة الفجر صلاة العصر جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة تنزل ينزل فوج في العصر ثم يصعد فيرجع فيرجع فوج آخر في صلاة الفجر ثم يمشي هذا الفوج ويأتي فوج آخر يرجع على صلاة العصر فيشهد الفجر والعصر ملائكة تنزل تشهد وتكتب أسماء الحاضرين لا الصلاة الوسطة دائما صلاة العصر صلاة الفجر من أهم نعم هو مرة إحنا ذكرنا حديث أفضل صلاة نعم قلنا أفضل صلاة يعني في الأسبوع يعني في الأسبوع أفضل صلاة فجر الجمعة كما جاء في الحديث نعم حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة فجر الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح أفضل صلاة الأسبوع هي صلاة الفجر في يوم الجمعة صلاة الفجر يوم الجمعة لكن الصلاة الوسطى في القرآن هي صلاة العصر لأنها مشهودة من الملائكة ويسجلون أسماء الناس One of the reasons why Salat al-Asr is the best As we mentioned the authentic hadith In which the Prophet ﷺ said That the Malayka, the angels witness Fajr and Asr And they write down the names of those who attend Those who come to the congregation They write their names They record the names of those who witness Fajr and Ashr Fajr and Asr We mentioned before a hadith about Salat al-Fajr in Jama'ah On the day of Jumu'ah As there is an authentic hadith It is considered the best salah During one of the best salawats Or the best salah in the week Is Salat al-Fajr on the day of Jumu'ah طيب يا إخوة وفي Salat al-Asr أيضا قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة والبردين صلى الفجر وصلى الاسر صلى الافجر وصلى الاسر He also said صلى الله عليه وسلم He who prays salat al-بردين Meaning Fajr and Asr He who prays them will dwell into Paradise Will enter Jannah وكذلك يا إخوة في التحذير من الغياب عن صلاة الفجر والله أحاديث عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله من ترك صلاة العصر حبط عمله كل الأعمال اللي عملتها راحت من ترك صلاة العصر يحبط عمله الذي صحيح البخاري الذي تركها تركها الذي ترك صلاة العصر ما صلى نعم الذي ما صلىها الذي ما صلىها حبط عمله ذاك اليوم راحت عليه كل الأعمال حديث آخر عظيم جدا في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من فاتته العصر ما صلىهش العصر فكأنما وتر ماله وأهله كأنه ضاع راحا أهله وأمواله الله أكبر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر انقطع عنه راح عنه أهله وماله ويسد الرافت عليه الصلاة والسلام سد إن صحيح البخاري he who leaves or abandons صلاة العصر does not establish صلاة العصر his good deeds for that day will have been terminated and in Bukhari and Muslim he said صلى الله عليه وسلم whoever does not pray صلاة العصر as if he lost his family and wealth whoever does not establish صلاة العصر as if he lost his family and his wealth بحديث in Bukhari who ever abandoned صلاة العصر his good deeds will be lost his good deeds will be lost so those are severe warning from abandoning صلاة العصر all of this to show the virtue and merit of صلاة العصر قَالَ وَفِي لَفْضٍ لِمُسْلِمْ شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر واضح الكلام هذا in another edition by Muslim or another narration by Muslim he said they busied us from the best صلاة الصلاة العصر this narration is extremely clear that the best الصلاة الصلاة العصر الصلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء ثم صلاها بين المغرب والعشاء وفي هناك رواية اخوة ذكر فيها يعني ذكر فيها الإمام يعني قصة رواية أخرى لهذه القصة وأنا حقيقة ما أعرف لماذا أخر تقريبا خمس أحاديث أو ست أحاديث حتى يذكرها حديث جاب رضي الله عنه في قصة إتيان عمر في ذلك اليوم عمر رضي الله عنه قال جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان منطقة قريبة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هذه الرواية ذكرها في قضاء الفوائد وما أعرف لماذا الإمام أخرها رحمه الله تعالى والأصل أنه وضعها بعد هذه الرواية there's another there's another different narration for this story and this hadith that is mentioned after six hadith and I don't know why the Shaykh رحمه الله تعالى decided to put it there it would have been more appropriate if he would have put it immediately after this that narration is also agreed upon Jabr رضي الله عنه ما says Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه came on the day of Al-Khandaq after the sun had already set and he was cursing the pagans of Quraysh and he said Oh Messenger of Allah Wallahi I barely could pray Salat al-Asr or I prayed I barely prayed Salat al-Asr until the sun almost set he said صلى الله عليه وسلم to him Wallahi we did not pray or I did not pray we all got up to the area of Bathan we did our رضو for the Salat and then we prayed Asr after the sun had already set and then after it we prayed Salat al-Maghrib this narration is collected also by by Al-Bukhari and Muslim as we mentioned before طيب يا إخوة قضية الترتيب يا إخوة في الصلاوات الترتيب في الصلاوات إنسان فاتته نحن سيأتي الكلام عليه هذا بعدين لكن لو إنسان فاتته صلاة مثل ما حصل معهم فالأصل أنه يرتب وهذا مذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد خلافا لمذهب الإمام الشافع والحق والله أعلم ومذهب الجمهور فأن الترتيب واجب الأصل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلوا العصر معنه غربت الشمس يعني دخل وقت دخل وقت المغرب لكنهم صلوا العصر ثم صلوا بعدها المغرب فالأصل هو الترتيب الأصل هو الترتيب وهذا مذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رحم الله الجميع خلافا للإمام الشافعي we said if a person misses the salat the original matter is that he must make up the other salawat and he must do so being or making them one by one in order so you see how the Prophet صلى الله عليه وسلم missed salat العصر and they prayed it after the sun had already set so maghrib had started but they prayed العصر and then maghrib so you are to make up the salawat in order we said this is the opinion of Abu Hanifa Malik and Ahmed as for الإمام الشافعي he doesn't think praying in order is required but I think the opinion that is strong based on the is that you pray them in order one after one now I like the statement of الإمام السعدي رحمه الله قال ومن فاتته صلاة وإمام السعدي في الأصل أنه مذهب على مذهب الحنابلة قال ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم العصر ثم المغرب قال فإن نسي الترتيب وهذا يحصل كيف يا أخو جئنا نصلي المغرب وصليت المغرب مع الناس ثم بتعرف الشيطان بيجي بيجي بالك الملف كامل تبع النهار فتذكرت أنت ما جبت العصر قال فإن نسي الترتيب أو جاه له ما كان يعرف أنه ضروري الترتيب أو خاف فوت الصلاة يعني قد يحصل ماذا الإنسان ما صلى العصر ويريد يصلي المغرب بقي على العشاء دقائق فقال لك راحة العصر ما نريد نخرج المغرب كمان فقال لك نصلي المغرب ثم نصلي العصر إذن نرجع لك كلام الإمام السعدي قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة يعني ما ضرور نرتب سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة كما ذكرنا ما صلينا العصر وبقي على المغرب دقائق فأخشى إذا صليت العصر نروح المغرب فإيش بسوي أنا صليت المغرب أيوة صلي الحاضر أول ثم بعد ما انتهينا من المغرب صليت العصر ثم إذا دخل العشاء صلينا العشاء والإمام السعدي رحمه الله في أصله حنبلي لكن هذا الكلام كذلك طيب حقيقة وهو عند الشافعي أقرب يعني هذا اللي نقول قلنا لإمام الشافعي ما يرى الترتيب لكن الحق أن الأصل الإنسان يرتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكره الإمام هنا طيب الإمام السعدي رحمه الله تعالى he's considered to be from the Hanabilah but he said something beautiful he said if a person misses a salah then he is obligated to make up for it immediately in order he said but if a person forgets to pray in order or does not know the ruling or if a person is fearful that he will miss the salah that is present then he does not have to go by by the order we gave the example a person did not pray Asr and there's about 5, 4, 3 minutes left to Salat al-Ishah he's afraid that if he prays Asr now Maghrib is gone so he prays Maghrib and then he prays Asr and then it's time for Isha is that clear so if a person is afraid that he will miss the timing for the for the salah he's in so a person did not pray Asr and there's only a couple of minutes left before Isha so he was he had the legitimate excuse he forgot he overslept whatever happened there's a few minutes left for Isha he did not pray Asr he's afraid if he prays Asr now the time of Maghrib is gone so what does he do he prays Maghrib and then so he can catch this Salat in its time and then he prays Asr and then he prays prays Isha and this is a beautiful opinion by Imam Al-Saudi if you do not say if you do not if you do not have a human asr and then have a asr دخل المسجد على المغرب على الأذان مثلا وفي عشر دقائق بين الأذان والإقامة يصلي العصر ثم يلتحق بالناس إذا أقام الصلاة المؤذن فيصلي معهم نعم إذا في وقت يصلي معهم وإذا دخل المسجد مثلا والصلاة شغالة مثلا يصلي المغرب إذا مشين على كلام الإمام الشافعي يصلي معه المغرب ثم يصلي بعدها العصر لكن الأولى والله أعلم يا أخوة أنه يصلي العصر خاصة بأن تتعرف نعم لازم ترتب رتب هذا هو الأولى فتصلي مثلا الإمام مثلا يصلي المغرب أن تأدخل معه بنية العصر ثم إذا انتهى من الثالث قم فأتي بالرابعة ما هذا الصلاة نعم إذا ودخلت معه بنية العصر إذا النية اختلفت أين تتعرفين إيما المغرب بس ما زالت فريضة لكن ما زالت فريضة الإشكال يكون لو هو يصلي نافلة نعم هذا هو الإشكال هذا هو الخلاف لو كان مثلا هو يصلي سنة مثلا بالضبط هذا الذي يفعله لأن الأصر الترتيب وهذا قلنا هو كلام الأئمة الجمهور وهو الذي عليه الدليل إن شاء الله أن الإنسان يرتب في الفائتة يرتب في الفائتة لا يصلي العصر إلا إذا صل الظهر لكن الكلام الذكر الإمام السعدي طيب إذا كان بقي دقائق من وقت الحاضرة مثلا مثل ما ذكرنا في صلاة العشاء وانت ما صليت العصر صلي المغرب حتى ما يخرج وقت المغرب ثم أتي بعصر ثم بعدها بإذن الله تصلي العشاء لأنه يكون دخل الوقت هذا أفضل وأولى إن شاء الله A person يأخذ the original matter as we mentioned it's the opinion of the جمهور the majority of the علماء three out of the four مذاهب أبو حنيفة مالك and أحمد is that you pray them each by its time in order you pray each of them by order so you pray ظهر then عصر then مغرب then عشاء if you missed a salah but if a person comes into the masjid for صلاة العصر and he did not pray ظهر we said a person is to have the intention with the imam of praying ظهر and after he finishes that salah he prays صلاة العصر so that he can go in order this is the opinion of the جمهور and this is the opinion that is based on the daleel but we also mentioned that the opinion of the Imam al-Sa'idi is also good that if a person has only a few minutes left before the time of the صلاة of the legislated fixed صلاة time as we mentioned the example of صلاة العصر if a person didn't pray عصر and there's only two or three minutes before عصر if he prays مغرب so that he doesn't miss its time and then he prays عصر that would be fine insha'Allah that would be fine but the original matter يا إخوة is that we pray in order ظهر, then عصر, then مغرب, then عشاء and so on this we have to pray we have to pray in order this is the original matter what do you think of the shafi before the statement of the shafi is the original matter of the shafi قلنا مذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد أن الترتيب واجب 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 من واجبات الصلاة ترتم الشafi 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 يقول ماهو ماهو واجب يعني الآن دخل وقت المغرب وأنت ما صليت العصر ما في مشكلة صلي مع الإمام مغرب أيوة بالضبط تقديم الحاضر ثم إذا انتهت المغرب بتروح بالصلي العصر نعم بالصلي العصر هذا حقيقة يا أخو الله قول له وجه قول الإمام الشافع هذا له وجه يعني مش كلام يعني قول طيب قول طيب يعني حقيقة وقلنا جمعا نأخذ القولين ونجمعهم في كلام الإمام السعدي أن الأصل الترتيب ولكن إذا إنسان نسي أو إنسان نعم الحشر أو ما في وقت نعم لأنه ما في وقت أو مثلا إنسان ما يعرف أنه لازم يرتب ما نقول له عيد الصلاة يعني إنسان مثلا يا أخوة نسأل عنه دائما يأتي إنسان ما صلى العصر صلى معانا المغرب ثم بعد المغرب تذكر أنه ما صلى العصر يصلى العصر بعدين يصلى المغرب ما في أحد من الأئمة الأربع يقول هذا الكلام خلص صلى المغرب مع الإمام ثم ما صلى العصر فقط يصلى العصر وما يعيد المغرب مرة أخرى ولا أحد من الأئمة الأربع يقول بإعادة المغرب المسألة مرة أخرى يا إخوة جئت المسجد أنت ما صليت العصر أن الإمام يريد يصلي المغرب أنت صليت معه ثم تذكرت أنك ما صليت العصر فتقضي العصر فقط وما تعيد المغرب ما أحد من الأئمة الأربعة يقول بإعادة الصلاة هذه مرة أخرى عرفتم فإذا الإنسان جهل الحكم أو نسيه هنا أو كان خاف فوات الصلاة فإنه فإنه يسقط الترتيب بينه وبين الحاضرة كما ذكر ذلك الإمام السعدي رحمة الله تعالى على الجميع something important يا إخوة we said the original matter is that one prays in order but as الإمام السعدي mentioned رحمة الله تعالى which is combined between both opinions is that if a person doesn't know the ruling or a person forgets or a person is afraid that the time of the present صلاة will be missed then he does not have to pray them in order he does not have to pray them in order we mentioned if a person comes to the صلاة المغرب and after the صلاة he realizes that he did not pray عصر he just prays عصر only he does not repeat صلاة المغرب none of the four imams say that one has to repeat صلاة صلاة المغرب ما حصل يا إخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قضية أنهم تأخروا الصلاة هذا قبل نزول آيات صلاة الخوف ما يجوز الآن يا إخوة أحد يؤخر الصلاة عن وقت لأي عذر حتى لو كان في جهاد لأن الله تعالى قال في في القرآن في صلاة الخوف قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يصليها وهو واقف يصليها وهو جالس إذا كان في الجهاد فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا هذه ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان قبل نزول آيات صلاة الخوف أما بعد نزول آيات صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فرجالا أو ركبانا وهذا ذكره الحافظة بن حجر والقاضي عياض رحمه الله تعالى ونص عليه الإمام النووي رحمة الله تعالى على الجميع وجاء في حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النساء من حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه نص هذا الكلام قال أن ذلك كان قبل أن ينزل الله أو ينزل الله سبحانه وتعالى في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا We mentioned يا إخوة that this, they missed صلاة العصر because this was early on Later Allah سبحانه وتعالى revealed the آيات of صلاة الخوف وصلاة of fear when a person is in a case of a situation a fearful situation الله تعالى mentioned in Surah Al-Maqara in ayah 239 if you are afraid فإن خفتم فرجالا أو ركبانا a person is to pray while standing or sitting so even if it's jihad one is not to delay the salah so what happened here in this battle was before Allah revealed before Allah revealed the آيات in Surah Al-Baqara about صلاة الخوف we said this is the opinion of Al-Qadhi Iyad this is the opinion of Ibn Hajar and Al-Nawwi we said there is a hadith collected by Imam Ahmad and Al-Nasai under the authority of Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه mentioning this that this the story of of Al-Ahzab happened before Allah revealed subhanahu wa ta'ala the آيات of Surah Al-Baqara in صلاة الخوف تفضل نعم 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 من نعم نعم الانسان يبدأ الصلاة متجها إلى القبلة ثم إذا صارت السيارة أو الطائرة تحركت فلا إشكال لكن إذا بدأت الصلاة تكون الصلاة باتجاه القبلة ثم إذا تحرك الدابة ما في إشكال الطيارة أو السيارة تحركت لكن بداية الصلاة لا بد تكون باتجاه القبلة if a person was to pray on a plane or in a car or whatever he has to start facing the قبلة then if it turns left or right it goes north or south or whatever then it's not an issue but as long as one starts the صلاة facing the قبلة ثم بالنسبة للسفر إلى البلاد في الطائرات وكذا الإنسان يا أخوة لابد ينتبه يراعي الوقت يعرف متى هو أين هو قبل الذهاب إلى المطار يصلي الصلاة على وقته قبل دخل وقته فينتبه الإنسان ثم الصلاة في الطائرة يخوة ضروري لابد الإنسان يصلي وما يفعل مثل بعض المسلمين بظل ما بصلي بروع الدار بصلي فجر ظهر عصر مغرب عيشة هذا ما بيجوز لابد الإنسان يا أخوة ما يجوز تأخير الصلاة حاول أنك تصلي لا حاول أنك تصلي قائما حاول أنك تصلي قائما إذا رحت في بعض الفصحات أو في بعض الأماكن في مقدمة الطائرة ومؤخرتها بعض الطيران أو طيران وحيدة الذي يعرف الخطوط السعودية عندهم مصلة داخل الطائرة لكن باقي الطيران الحاول الإنسان يصلي في أول الطائرة وفي آخرها لكن يصلي قائما نعم صعب أنا في العادة أصلي قائما يعني إن كنت أخذت أي خطوط أصلي قائما يعني حتى لو جئ إلى مثلا إلى المقدمة والمؤخر أنا أصلي قائما لكن أقول إذا ما استطاع الإنسان نهائيا لا يخرج الصلاة عن وقته حتى لو اضطر أنه يصلي جالسا لكن اجتهد في أنك تصلي قائما ومن يتق الله يجعل له مخرجا أنا ما قد صليت أبدا جالسا في طائرة وأنا سافرت كثيرا خاصة ولما كنت طالب أذهب وآتي إلى من المدينة مرات كثيرة كل سنة لا أغلب الطيران يكون على السعودية أو على الأردنية الملكية والله في العموم يا أخوة اسأل إحنا أحيانا بنستحي من ديننا دكش حد يعرف أنك مسلم اسأل وفي العادة أو يمكن يقول لك نعم اسأل it doesn't hurt ask اسأل لكن قبل أن تصلي وأن تجالس اجتهد اجتهد حتى إذا ما استطعت نهائيا لا تخرج الصلاة عن وقتها if a person is flying what he has to do his best pray standing asking the flight attendants or whoever pray in the beginning or pray wherever you can on the plane but pray while standing if you can't at all then do not let the salah do not miss the salah rather pray on time pray on time قال رحمه الله تعالى نعم للدين يصل الحمد لله إذا الإنسان ما استطاع يصلي نعم الإنسان إذا ما استطاع نهائيا واجتهد وحاول لكنه ما استطاع يصلي يصلي قاعد ما يخرج الصلاة عن وقتها قل لك لا أنا ما استطعت صلي قائم وما استطعت خلص بس نصل لبنان ولا الأردن منصلي بيكون فاتت خمس ست سبع صلوات ثم بيجي مثل المنافق بيجيبهم كلهم مع بعض هذا ما بيجوز الكلام أبدا وإنما الإنسان يصليها على وقتها ما استطعت قائم قلوا لك ممنوع طيران غير غير مسلم وطيران غير عربي قد يكون الأمر فيه صعوبة وكذا ما تخرج الصلاة عن وقتها استدر وصلي استدر في كوسيك وصلي لا تخرج عن وقتها أبدا وما في عذر حتى وأنتع الطائر ما في عذر أنك تخرج الصلاة عن وقتها if you couldn't يا إخوة do not let the time pass do not let miss the salah rather a person يا إخوة is to pray on time turn in your seat and pray but do not miss the salah قال رحمه الله الحديث التاسع والأربعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله ورقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر ويقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة رواه البخاري ومسلم he mentioned رحمه الله تعالى hadith number 49 under the authority of عبد الله بن عباس رضي الله عنهما may Allah be pleased with both of them the Prophet صلى الله عليه وسلم delayed صلاة العشاء and it was very dark outside so he delayed it صلى الله عليه وسلم and then Umar chief of believers أمير المؤمنين he came out and said went to the house of the Prophet صلى الله عليه وسلم and said Oh messenger of Allah الصلاة the prayer the woman and children have slept he came out صلى الله عليه وسلم and his head was dripping water and he said if it wasn't to make it difficult on the people or on my nation I would have ordered them to pray this صلى at this hour the hadith is agreed upon ذكر حديث بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء أعتم يعني دخلت في العتمة في ظلمة الليل أخرها حتى كانت ظلام يعني أخر صلاة العشاء حتى ذهب حتى الشفق وكان في ظلام فخرج عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وهذا فيه على ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الثبات يعني على الحق والصراحة والصدع بالحق والتمسك بالدين التمسك الصحيح رضي الله عنه الصحابة أجمعين قال الصلاة يا رسول الله يعني الصلاة رقد النساء والصبيان الناس بنتظروا في المسجد انتظروا وانتظروا في المسجد وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الله عليه وسلم قلوا رقد الصبيان والنساء رقد الصبيان والنساء عمر came out رضي الله عنه and we know how firm عمر رضي الله عنه was in applying the deen he said O Messenger of Allah women and children have slept so they they came at the time of عشاء they waited for him but he did not he did not come so it got late very dark outside until عمر رضي الله عنه walked out and said O Messenger of Allah الصلاة the people women and children have slept وهذا فيه بيان وجواز اتيان النساء والصبيان للمساجد وحنا مر معنا حديث في اتيان المرأة المسجد تأتي المرأة وهي غير متبرجة وتأتي المرأة من غير أن تكون فاتنة تفتن المصلين the حديث shows that it is permissible for a woman or for women and children to come to the masjid and previously we mentioned we talked about the topic of women coming to the masjid and that it is permissible as long as they do not cause a fitna a trial or any temptation rather a sister comes with no perfume she's not wearing any of that she's not showing any curves she's not mixing or mingling she's not causing any temptations she's not causing any fitna so it is permissible for them to come to the masjid as well as as the children as long as these children have been you know taken care of or managed by their their father or whoever brings them so they do not yani masjid salah of those who are of the men قال فخرج ورأسه يقطر وفي رواية يمسح الماء عن شقه يعني كأنه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءهم يعني اغتسل وجاء وكان رأسه الشريف يقطر ما زال ماء so he came out صلى الله عليه وسلم and his head was dripping so he just took a bath صلى الله عليه وسلم and came to meet the people يقول لولا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ونحن قلنا في المواقيت وأن صلاة العشاء أفضل وقت لها أن تؤخر أن تؤخر إلى ثلث الليل أو نصف الليل كما هو كلام أهل العلم أن تؤخر إلى ثلث الليل تؤخر وقلنا أن الليل ينقسم إلى قسمين وقت اختيار ووقت اضطرار ووقت الاختيار إلى ثلث الليل على قول يعني جماعة من أهل العلم وهذا القول الذي مشين فيه يصل إلى ثلث إلى ثلث الليل هذا أفضل وقت قال عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ولكن قال لولا نشق على أمتي وهذا فيه بيان رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وأنه بعث ليسر على الناس وما كان ليشق عليهم والله قال عنه سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يصعب عليه أن يراكم في عنة وفي شدة حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه He said to them صلى الله عليه وصحبه if it wasn't for me to make it difficult upon my nation or upon the people I would have ordered them to pray this salah at this time when we mentioned when we talked about the timings of the salah we mentioned that praying عشاء or delaying the time of عشاء is best until the third of the night has passed until the third of the night has passed but it was because he صلى الله عليه was graceful merciful filled with harmony and mercy humble صلى الله عليه وصلى his nation and ummah as Allah mentioned about him towards the end of surah surah at-tawbah here comes upon you the messenger from amongst you he finds it difficult to see you in hardship he is careful he cares he's aware صلى الله عليه وَعَلْمَنِينَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ وَعِنَّ مُسْلِمِيَ وَقَالُ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الصلاة أي تُلِحْهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الصلاة أي تُلِحْهُ عَلَيْهِ الأصل ما جاء وَقَالَ لَهُوَ الصَّلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ إن صحيح مسلم in addition he said to them you should have not have insisted for the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم to come pray come to lead the صلاة يعني he would have came by himself you should have not have insisted for him to come out صلى الله عليه وسلم وتأخيرها يا إخوة يكون في وقت الاختيار مش في وقت الاضطرار يعني إلى ثلث الليل ويرجع كما ذكرنا آنفا إلى هل الأمر فيه مشقة ما هو الأفضل للناس تضيين الصلاة يا إخوة is up to the third of the night and it comes down to is it difficult upon the people what is best what is best for the people وهو الأفضل التأخير هو الأفضل كما ذكرنا آنفا في أن التأخير صلاة العشاء هو الأفضل بخلاف الباقي باقي الصلوات باقي الصلوات الصلاة على وقتها إلا الصلاة العشاء as we mentioned previously that the best time for every salah is to pray it on time except صلاة العشاء the best is to delay it as long as there is no difficulty or hardship upon the people الإماء الخطابي قال والله كلمة عظيمة عجبتني قال إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة تذكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام والرجل في صلاة ما دامت الصلاة وتحبسه فقال ما دام أنك تأخر الصلاة وأنت كل هذه المدة تنتظر الصلاة تأخذ أجر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى said one of the fruits and benefits of delaying the صلاة is that you wait for it more and as the Prophet صلى الله عليه وسلم said the person who waits for the صلاة gets the reward of the صلاة نقف هنا بإبن الله تعالى الصلاة تبارف وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسن الله تعالى أعلى وأعلم وأحكم صلى الله وسلم الله رفو أنه على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم جمعين الله 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 شكرا 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 شكرا